السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد والغالبية ساحقة من الأشياء اللي أنا بغطيها هاي القناة تعتبر من الفئات العالية فئات اللي خلينا نحكي المكلفة حفتين اللي بتكون بنفس الوقت هي الأشياء الرائدة القائدة للتكنولوجيا اللي فيها الأشياء الجديدة اللي لاحقاً بتبلش توصل للفئات المتوسطة والفئات الاقتصادية الآن لما أجي بدي أغطي شيء من الفئات الاقتصادية بشكل عام بحاولني أدور على شيء متوازن لأنه بشكل عام بتجولات فيها خمس نواحي هذه النواحي هي اللي بتحدد هذا الجهاز رائد متوسط أو فئة اقتصادية بحيث أنه في عندك التصميم والبنية في عندك الأداء في عندك الكاميرا الشاشة والبطارية هاي الأشياء الخمسة بشكل عام الفئة الرائدة دايماً تحصل على أربع منها في غالب الوقت بحيث أنها بدائما متقسر بالكاميرا لأنه الأشياء الثانية بتكون متعطشة للطاقة ولكن باقي الأمور بتكون عالية الفئة الاقتصادية على يد الأخرى البطارية بتكون شيء ضخم وطويل للعمر لأنه الشاشة الاقتصادية المعالج الاقتصادي كل شيء ما بيستهلك طاقة كثير فبيكون التركيز فيها على البطارية بشكل عملاق جداً وباقي الأمور يعني إلك عليها شوي بينما الفئة المتوسطة بتكون يعني ما بين البينين فيها بطارية جيدة وفي نفس الوقت فيها كاميرات وعتاد يعني يعتبر بالمنتصف لاهو شيء اقتصادي ولاهو شيء رائد جداً هذا هو جهاز الانفينيكس هوت 12 اللي قررت اني استعمله لمدة ثلاث ايام بشكل رئيسي ما استعمل اي جهاز رائد ثاني لأشوف انه هل فعلاً الفئة الاقتصادية تقدم قيمة مقولة خصوصاً لشخص بيستعمل اجهزة رائدة بشكل اعتيادي هي تجربتي الكاملة الانفينيكس هوت 12 هو واحد من ثلاث اجهز ضمن عائلة هذا الجيل ففيه الـ 12 العادي الـ 12 آي والـ 12 بلاي شخصياً بفضل الـ 12 السادة وبشوفه افضلهم بحيث انه هذا الجهاز بالبداية يعني بها تحس بصناعيته شئسية مع انه مصنوع بالكامل من البلاستيك فالاطار العجم بلاستيك الظهر اللي يبدو كزجاج ولميع ولاصق للبصمات لدرجة قوية بلاستيك ولكن لما تغطيه بالكفر صراحة ما بفرق كثير خصوصاً لك مغطي الجوانب والظهر أصلاً بالكفر اللي مرفق بالكرتونة جهاز حجمه كبير لكنه خفيف جداً بالإضافة انه رفيع لدرجة رفيع يعني لدرجة عالية جداً صراحة بذكرني بأيام ما كان التنافس على رفع الأجهزة بالـ 2012 والـ 2013 الأمر اللي بيخلي مسكته وإلى درجة ما مريحة صراحة بالإضافة انه قارئ البصمة موجودة على زر التشغيل الأمر اللي بيخليه سهل جداً انك توصله وانت ماسك الجهاز بإيد واحدة واستجابته وجدتها سريعة جداً هذا النوع من أنواع قارئ البصمات بسرعته ممتازة أضيف إلى ذلك انه في عندك سماعات ستيريو على هذا الجهاز الأمر اللي ما توقعت صراحة بالمرة اني أشوفه على شيء من هذه الفئة السعرية اللي عندك فيه سماعة المكالمات بتعمل كسماعة ثانوية ليست على نفس مستوى الصوت تاع السماعة السفلية الرئيسية ولكنه بظل ستيريو يعتبر أفضل من أنه يكون مونو بالإضافة انه كمان في عندك منفذ ثلاثة ونص للسماعات السلكية اللي على ما يبدو أمر صفة حصري فقط للفئة الاقتصادية لكن موجود للناس اللي بتحتاجه أما بالنسبة للشاشة فهي الضخمة بحجم بستة فاصلة ثمانية إنش اللي تأتي من نوع LCD الأمر اللي بيعني إنه ألوانها منيحة لما تطلع على الشاشة من زوايا ما رح يتغير الألوان ما رح تختفي الشاشة وسطوعها مش الأعلى ولكن تذكر هاي فئة اقتصادية الأمر اللي بشوفه عادي بصراحة يعني الشاشة مرئية وقدرتني أشوفها بكل أريحية في ظروف الإنارة الطبيعية تحت الشمس بدك تغطي إيدك وتعلي الإنارة شحطة ولكن هذا الأمر بالنسبة لهاي الفئة الاقتصادية يعد طبيعي لكن الأمر اللي لا يعد طبيعي خصوصا ضمن فئة أقل من 150 دولار هو إنه هاي شاشة تسعين هيرتز ليست فقط ستين هيرتز الاعتيادية اللي بنشوفها دايما يعاد تكرارها على الأجهزة الاقتصادية فترددها عالي الأمر اللي مش بالضبط مصمم للألعاب إنها تصير تشتغل تسعين هيرتز لكن لسلاسة نظام واستعمالك للجهاز تكون أفضل وأريح هذا الأمر يأتي على دقة HD مش فل HD واللي هو أمر كمان بشوفه منتشر جدا بالأجهزة الفئات الاقتصادية ولكن لما تحط هذا الكلام على شاشة بحجم ضخم بتبلش تشوف البيكسلات بوضوح شوي لكن أكبر زاوية مبين قديش شركة اختصرت فيها علشان يحافظوا على سعر بحدود 150 دولار هو الكاميرات فنعم في عندك ثلاثة على الجهاز إلا أنهم مش ثلاث عدسات مختلفات مش عريضة وزوم ورئيسية لا 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 في عندك عدسة رئيسية قوة 13 ميجابيكسل وفي عندك عدستين واحدة فيهم مخصصة لذكاء الاصطناعي والثانية مخصصة فقط لوضعية البرتري وبالتالي عندك بعد واحد فثلاثة من الظهر من باب أنه نواكب فكرة الثلاثة ولكن ليسوا ثلاث أبعاد مختلفة اللي أداءها في ظروف الإنارة الجيدة لما توقف وتوخذ راحتك وأنت بتصور صراحة تطلع معك نتائج جيدة جدا ولكن إذا مستعجل ما في تثبيت صورة بصري اعتز أو في ظروف إنارة منخفضة الأمر لهذا الجهاز شوي عنده مشكلة فيه هذا بالإضافة أنه كامرة السيلفي تأتي بقوة ثمانية ميجابيكسل اللي بالنسبة للصور صراحة فوجئت بأنه صورها بالـ HDR جيد والآن أنت قاعد بتستمع لمايك الجهاز وبتتفرج على الكاميرا الأمامية بالفيديو اللي مش تابتة جدا لأنه ما فيه بتثبيت بصري وأيضا ما فيه تثبيت صورة الكترونية لكن أكثر مشكلة فيها هي خلفية إذا منتبه وراي كل شيء متفجر لأنه بكل بساطة ما فيه HDR بروسسينج الآن جزئي لإنفينكس قدروا أنهم يحلقوا فيها لجزء كبير من التكلفة كانت في المعالج لأنه هذا يعتبر من أغلى القطع على مصنعين التليفونات في جوالاتهم واللي بتتحكم في أسعار بعض الأجهزة بشكل جنوني ممكن ترفع أو تنزل حوالي 200 دولار حسب الفئة اللي أنت بتتكلم عنها هذا الجهاز تم تزويده بمعالج عمره سنتين لهو الميديا تك هيليو جي 85 هذا معالج مبنع مع مريضة 12 نانوميتر وكان متواجد وبكثرة على أجهزة الفئة المتوسطة قبل سنتين لما ظهر لأن على هذا الجهاز هذا الكلام صراحة أنا جربته وعشت معه باستخدام جهاز نسخة الأربعة جيجابايت رام لأنه في منه نسخة تأتي برامات أعلى اللي رح تكون متوفر كلاهم في السوق الأردني بالتحديد اللي صراحة فوجئت بأداءها بحيث أنه كثير من الألعاب ما كانت تعاني نعم الإعدادات ليست على هاي بكثير من الأحيان كنت أنزل لأقل إعدادات ممكنة ولكن في نفس الوقت ما كنت أحس بفريمات قاعدة بتوقع أو أحس بحرارة من نفس الجهاز مع أنه الجسم البلاستيكي المفروض أن يتأثر بهذا الموضوع إلا أنه مع أربعة جيجا رام يعني أداء جهاز صراحة مقبول واتا تنسوا هون قاعدين بنتكلم عن أندرويد 12 مع واجهة XOS 10.2 اللي فيها كم تخصيصات يعني جيد صراحة نفس اللي بتشوفه على أجهزة أعلى من عند إنفينكس جزار ربتها من قبل اللي فيها كم من تخصيصات الواجهة والتغيير على شكل الجهاز نفسه لاختصارات مثل إنك تقسم الشاشة وتبدل ما بين التطبيقات بشكل مميز وأيضا تحط اختصارات معينة على زوايا الشاشة وتقسم الشاشة نفسها تطبيقين مرة واحدة أو تنسخ تطبيق مرتين علشان تشغل على خطين مثل تطبيقات المسنجرات كل هاي الأشياء موجودة ومداعمة بميزات سوفتويرية مثل إمكانية زيادة الرام عن طريق استخدام الميموري اللي هي مش زيادة رام حقيقية ولكن للي حاب يضغط الجهاز حبتين زيادة بإمكانك إنك تستعمل هاي الأشياء لتحسن من تجربتك هذا بالإضافة إنه هذا الجهاز يأتي عند نقطة القوة الكبيرة جدا ألا وهي البطارية فهون قديم نتكلم عن 5000 مل أمب من ناحية السعة المرفقة مع معالج يعتبر فئة يعني متوسطة إلى اقتصادية مع شاشة HD ليست ذات سطوع عالي جدا وبالتالي لا تستهلك طاقة كثير فقديم نتكلم عن جهاز بيكون معك يومين ونص إلى ثلاثة أيام من عمر البطارية لأنه في الثلاث أيام اللي استعملت فيه الجهاز ما شهنته صراحة في اليوم الثالث كان ضايل بجزء 15% ولو بدي أشحنه الشاحن اللي مرفق مع هذا الشيء في الصندوق يأتي بقدرة 18 واط اللي هو نعم ليس تيربو وليس بـ 65 و 120 إلى أنه جيد صراحة يعني متكلم عن فل تقريبة من خلال ساعة و 35 دقيقة الأمر اللي بالنهاية بوصلنا للسعر هذا الجهاز نسخة الأربعة جيجا رام بالتحديد في الأردن سعرها 120 دينار لأن نسخة الثمانية جيجا بايت رام ضعف الرامات مع ضعف المساحة بتزيد فقط 20 دينار أردني راح ترجم الأرقام هاي وحطها قدامكم ولكن جهاز مش راح يكون متوفر في كل الدول بالذات دول الخليجي يعني ما أظن يمكن يكون متوفر في العراق ويمكن يتوفر بمصر ولكن راجع الوكيل محلي في بلدك بالنسبة لأردن هذا الجهاز متوفر حاليا بكل من هذول النسختين لأن خلاصة تجربتي ثلاث أيام مع جهاز فيه اقتصادية فجأت صراحة بأنه مع أنه العتاد لا يعد عالي إلا أنه تجربة الاستعمال مقبولة جهاز ماهنك معي مقارنة بتجربة سابقة لما جربت جهاز من فئة اقتصادية قبل 6 سنوات الجهاز من أول يوم علق أربع مرات هذا الشيء أموره تمام شغلت عليه بوب جي ماشي زي الحلاوة شغلت عليه بتطبيقات تواصل الاجتماعي بالاستبدل ما بينها عادي وضعه طبيعي 90 هرتز بتساعد في أنك تحس أنه الجهاز أسرع وأنك تحس أنه هيك أسلس الكاميرا الأمامية بالذات للصور والخلفية في ظروف الإنار الجيدة مقبولة لكن ليست بالمرة الأفضل بس في نفس الوقت بحاول أظل أذكر نفسي أنه سعر الجهاز تحت المائتين دولار ما أقارنه بفلاك شبس بتقدر تشتري تسعة من هذول مقابل سعر واحد منهم فنسبة وتناسب يعتبر قيمة جيدة وإذا بتبحث عن جهاز بصمد ثلاث أيام بطارية من الاستعمال المخلوط سواء كالجهاز ثانوي أو كالجهاز اقتصادي هذا جهاز بالأجهزة الكويسة اللي بالنسبة لسعره بيقدم ميزات جيدة جدا إن شاء الله تكونوا سوف تستمتعتوا هذا كان كل شيء في هذا الفيديو كان معكم صلاة حامد في أمان الله